فالصبر ليس دائما مرّا ليس دائما مرّا ممكن أن يكون في حلاول هذا الصبر لا شكرا فيها لذة عظيمة ما لذته لذته انتظار المعود انتظار المعود مثال ذلك عندما يكون إنسان محروم من شيء معين ونقول محروم من أبيه لم يره من سنوات لأي سبر أبوه متغرب أبوه مسجون أمه أخذته وذهابت به وما مكنته من رؤيته به ويبكي الليل والنهار ينتظر أباه ثم لذلك جاءه وعد وجاءته البشرة بأن أبوك الآن تم الإفراج عنه في البلد الفلاني تم الحكم عنه بالإفراج إجراءات الإفراج قد تستغرق وقتا يعني بعد ستة أشهر سيكون عندكم إن شاء الله الآن هل جاء الأب لم يأتي خلال هذا ستة أشهر لم يرى أباه لكنه سعيد كان هو أعاه انتظار الموعود يجعلك تعيش في الأزمة وفي الحقيقة أنت فقط موجود في الأزمة لكنك لا تعيش فيها ما تعيش فيه يؤثر فيك لكن أنت موجود فيه لا يؤثر فيك وتكون موجودا في بيئة الظلم لكنك لا تعيش الظلم لا تتعيش مع الظلم ولا تتفاعل مع الظلم لا يؤثر فيك ولهذا عمار بن ياسر وسمية كانوا تحت الظلم وتحت القهر وتحت التأذيب فيمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول صبراً على ياسر طيب وبعدين قال فإن موعدكم الجنة هذا الوعد هو الذي جعل جعل عمار ومن معه في حالة في شيء يذكرون في الكائنات الحية أنها تصنع لنفسها أبواغ هذه الأبواغ تمنعها من أن المضادات الحيوية ما تؤثر فيها يعني لو في داخلك مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة وخط دوامي أثر فيها لأنها عندها أبواغ تحميها وتمنعها من هذا فيما يسمى البيوت المحمية وتعرفها تمنع الهجير وتمنع ضوء الشمس الزائد الحرارة الزائدة أيضاً أن تصل إلى هذا النبات إن هذا بات يحتاج ضوء خفيف وحرارة لأخفيفة ورطوبة معين فالبيت المحمي هذا يجعل يعيش في ظروف مناسبة لقد أصبح هؤلاء يعيشون في بيت محمي هم يعيشون في بيت محمي صنع لهم الإيمان وصنع لهم الوعد هؤلاء الكفار هم الشمس والهجير ولكنهم على البيت المحمي لا على الذي داخل البيت المحمي الأزهار تنمو داخل البيت المحمي والنباتات تنمو داخل البيت المحمي وهم إنما هؤلاء الهجير يهبون في الهواء متى ما اختل اليقين تهتك البيت المحمي فوصل إليك ما يريد الأعداء أن ينصله تدني بعض الكلمات إذا أوصلها إليك النمام أساء إليك لأنه يشق شقاً في البيت المحمي هذا ويوصل إليك الهجير لتموت أزهار روحك ترجمة نانسي قنقر